اشتركوا في القناة اكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية اكد ان الفريق البحريني استطاع ان يحقق الهدف الهام الذي رسمه للمشاركة في بطولة العالم للرجل الحديدي والتي اقيمت في مدينة جتنوغا الامريكية بعد ان ترك انطباعا مميزا لدى الجميع بمدى التطور الحاصل في هذه الرياضة بصورة خاصة والرياضات بصورة عامة وليؤكد على مكانة الرياضي البحريني المنافس في اهم واقوى المحافل الدولية وقال سموه اننا ماضون في الترويج للمملكة من خلال المشاركة في ابرز المحافل والتجمعات الرياضية التي تحظى بانتشار واسع في مختلف بلدان العالم ليكون اسم البحرين حاضرا بقوة في البطولات العالمية ولتتجه اعين الجماهير ووسائل الاعلام نحو الانجازات التنموية الكبيرة التي حققتها المملكة في ظل العهد الزاهر لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه بما يسهم في ابراز الصورة الحضارية المشرقة عنها واعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة عن تقديره لنتائج فريق البحرين للتحمل 13 المشرفة في بطولة العالم لرجل الحديدي وذلك بعد ان تربع الفريق على عرش البطولة في فئتي الرجال والنساء للمحترفين بعد فوز المتسابقة دانيال لاريف والمتسابق خافير جوميز ببطولة العالم رافعين بذلك اسم مملكة البحرين عاليا في هذا التجمع الرياضي الهام واشاد سموه بالمشاركة الإيجابية لأعضاء الوفد البحريني في بطولة العالم للرجل الحديدي والنتائج التي حققوها خلال السباق معربا عن تقديره لجهودهم المبذولة في الاعداد والتحضير للبطولة لرفع راية البحرين وتعزيز موقعها في هذه الرياضة ومؤكدا سموه على مواصلة تقديم الدعم والرعاية لكافة الرياضيين البحرينيين بما يمكنهم من إبراز قدراتهم وإمكانياتهم كما التقى سموه الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بالعديد من أبطال رياضة الرجل الحديدي خلال حضورهم البطولة والذين أعربوا عن تقديرهم لجهود سموه في تطوير اللعبة وزيادة انتشارها ودعم الرياضيين في هذا المجال بما أسهم في تعزيزها خاصة في منطقة الشرق الأوسط والتقى سموه بأعضاء الفريق الإماراتي المشارك في بطولة العالم للرجل الحديدي حيث أشاد سموه بجهودهم وحرصهم على المشاركة في السباق وتقديم مستويات فنية عالية عكست رغبتهم في تحقيق نتائج إيجابية متمنيا لهم التوفيق والنجاح في مشاركاتهم والمقبلة من جهتهم أعرب أعضاء الفريق شكرهم وتقديرهم لسموه نظير دعمه ورعايته لهذه الرياضة وجهده في تعزيزها بالمنطقة وثمنوا ما قدمه لهم من توجيهات ونصائح قبل انطلاق البطولة والتي عكست خبرته الواسعة في اللعبة مهنئين سموه بإنجازه المشرف لكافة الخليجيين والعرب أكيد يعني اليوم احنا متواجدين في رابع أكبر مدينة في هذه الولاية وشفنا مشاركة كبيرة من مملكة البحرين برئاسة سمو الشيخ ناصر واللي يزيدنا فخر نتيجة سمو الشيخ ناصر في هذا السباق ووصول سموه إليه يعني لما نشوف أن 4% من اللاعبين اللي مارسون هذه اللعبة يوصلون إلى هذا المستوى ويدخلون هذه المسابقة فهذه لله الحمد إنجاز نفتخر فيه كلنا كبحرينيين علاوة على ذلك النتيجة المشرفة اللي قدمها سموه وطلعها في النهاية وشفنا أيضا أن اثنين من فريق بحرين اندورنس 13 في فئة الرجال وفئة النساء المحترفين يفوزون فإن كان يدل على شيء يدل على تخطيط سليم والله يوفق الشيخ ناصر وفريق بحرين اندورنس 13 وإن شاء الله أن المشوار بعد يبين أنه طويل أمامه